أهلا بكم والبدء بهذا الخبر لا حظر للتنقل الليلي بدءا من يوم غد ذا كما قررته الحكومة بعد اتخاذها مجموعة من التدابير من بينها رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني والسماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم دون الإدلاء بأية وثيقة كما سيتم السماح بإقامة التجمعات العائلية في ظل احترام تم لتدابير الاحترازية المعمول بها مع مواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن تجمعات الكبرى القرار جاء تثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها الحملة الوطنية للتلقيح باقي تفاصيل قرار الحكومة يستعرضها خالد نجدي اعتبارا من يوم غدنا الأربعة سيتم رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ذاك هو القرار الذي اتخذته الحكومة استجابة لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية وتتمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها الحملة الوطنية للتلقيح وانعكسات ذلك على تحصن الوضعية الوبائية بالمملكة واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية الحكومة قررت ايضا اتخاذ تدبير اخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح أو بشهادة العفاء منه للسفر إلى الخارج والولوج لجميع الفضاءات المغلقة من مقرات العمل والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات وغيرها من المرافق العمومية الإجراءات تشمل كذلك السماحة بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأي وثيقة والسماحة بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح في احترام تام للتدابير الاحترازي المعمول بها ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين الحكومة أكدت أيضا أنها ستحرص على إجراء تقييم ميدان منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستويين الجهوي والمحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وتدعو الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة وتحط غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوع رهن إشارتهم لتلقي اللقاح تعزيزا للجهود المبدولة لتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية